خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الصينية اليابانية الثانية كان الطبيب شيرو ايتشي مسؤول عن إنشاء أسلحة بيولوجية للدمار الشامل ولهذا أنشأ مختبر في منشوريا حمل اسم الوحدة 731 نيابة عن الحكومة اليابانية كان الهدف من المختبر إنشاء سلاح قاتل لدرجة أنه يمكن أن يقضي على سكان أعداء اليابان وهنا استخدم الطبيب سكان القرى الصينية القريبة كفئران تجارب بشرية لهذه الأسلحة البيولوجية وأجرى تجارب على الرجال والنساء وحتى الأطفال وعندما انتهت الحرب علمت الولايات المتحدة عن تجارب شيرو ايتشي الوحشية لكن بينما حكم على العديد من النازيين بالإعدام بسبب جرائهم ضد الإنسانية في أوروبا سمح لشيرو ايتشي بالحرية وهذا هو الأغرب في قصة شيرو ايتشي في حلقة اليوم من تراجم ورق سأتكلم عن شيرو ايتشي القاتل الذي حصل على الحرية بعد الحرب العالمية الثانية ولد شيرو ايتشي في عام 1892 في قرية شيبو ياما في محافظة تشيبا في اليابان كان والديه من أصحاب الأراضي الأثرياء الذين نشأوا من عائلة طويلة من الدايمو والإقطاعيين الذين يملكون أكبر مساحة من الأراضي في المنطقة كان نظام المحافظات الياباني قد بدأ في السبعينات من القرن التاسع عشر لذلك كان والديه ذو نفوذ كبير ويملكون الكثير من التحكم في حكومة محافظة تشيبا على مر العصور استفاد أصحاب الأراضي الأثرياء من العبيد الذين زرعوا الحقول واستطاعوا الاستمتاع بنمط حياة فخم حتى في القرن التاسع عشر كان هؤلاء أحفاظ الدايمو يستفيدون كثيرا من ثروات عائلتهم وفي الوقت نفسه كان الشعب الياباني يحترم الأمبراطور بتقديس خاص ولذلك كان هناك ولاء حقيقي للأمبراطور كان هناك اعتقاد شائع من أن حياة أي شخص من الطبقة الدنيا ليست بقدر قيمة حياة الشخص من الطبقة العليا بسبب هذا التفكير نشأ شيرو إتشي معتقدا أنه أهم بكثير من معظم الشعب لم يصل إلى الكثير حول السنوات الأولى للشيرو إتشي لكن ما نعرفه بأنه درس الطب في جامعة كييتو الإمبراطورية ولكنه في الحقيقة لم يكن مهتم في أن يكون طبيب عادي بعد التخرج أصبح جراح في الجيش الإمبراطوري الياباني في عام 1921 وحصل على رتبة ملازم وبرز بين أقرانه ولهذا تم إرساله إلى مدرسة الطب العسكري في توكيو للمزيد من التدريب بل حصل على منحة دراسية في برنامج ما بعد الدراسات العليا من جامعة كييتو الإمبراطورية يقال أنه لم يكن يهتم بشفاء المرضى بل كان مهتم أكثر في الدراسة والتجارب وخلال الدراسة أحب علوم الأحياء والبكتيريا بل قيل بأنه كان يطلق على البكتيريا القاتلة اسم الحيوانات الأليفة وفي أوائل العشرينات وبعد الانتهاء من سنوات الدراسة قام برحلة حول العالم في عامين زار خلالهم ثلاثين دولة وخلال زيارته لألمانيا درس هناك الغازات السامة التي استخدمت خلال الحرب العالمية الأولى علم شيرو إتشي بأن هذه الغازات أصبحت غير مفيدة خصوصا بعد أن استخدم الجنود أقنعات الغازات ولهذا كان يرى بأن الغاز أصبح وسيلة غير فعالة للقتل وفي عام 1931 استولت اليابان على أقليم منشوريا الصيني خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية وكان هذا انتصار ضخم لليابانيين والذين كانوا يحتلون بالفعل كوريا وهنا شعرت اليابان بالثقة من أنها بدأت بتوسيع الامبراطورية داخل الصين رأي شيرو إتشي أن هذا الأقليم المنشوري فرصة مثالية للتحويل أفكاره النظرية حول الأسلحة البيولوجية إلى واقع مدمر فقد كان يبحث عن وباء قادر على القضاء على الجنس البشري بأكمله أو على الأقل أعداء الامبراطورية اليابانية في هذا الوقت كان شيرو إتشي في منصب كبير في الجيش والحكومة بل أنه كان قادر على الوصول للامبراطور وطلب التمويل لإنشاء مختبر في مشوريا وبعد الحصول على الإذن قام بإنشاء مجمع ضخم عرف باسم الوحدة 731 والمعروف أيضا بوحدة مكافحة الوباء وأمداد المياه كان الغرض الحقيقي من دراسته للأسلحة البيولوجية سري أمام العامة وتم تخصيص ميزانية ضخمة لهم لهذا قاموا بإنفاقها في معدات حديثة كانت الوحدة 731 مشابهة لمعسكرات النازيين حيث كانت تتألث من مجموعة كاملة من مباني بما في ذلك الزنازين والمرافق الطبية والمحرقة الضخمة وكان مبنى الإدارة التي يعمل فيه شيرو إتشي قوي لدرجة أنه كان آخر مبنى تبقى بعد أن تعرض للقصف بعد سنوات ومع ذلك كانت التجارب على البشر تتطلب بشر للاختبار عليهم وهنا قامت الشرطة العسكرية اليابانية بالقبض على الصينيين من قراءهم واعتقالهم من الشوارع تم حمل هؤلاء الأفراد على القطارات متجهين إلى الوحدة 731 وهم يعلمون بأنهم لن يروا أسرهم مرة أخرى تم اعتقال رجال ونساء وحتى أطفال صغار من جميع الأعمار لأن الباحثين أرادوا مراقبة تأثير هذه الأسلحة على أنواع مختلفة من البشر وفقا لأطباء الجيش الذين عملوا في 731 تم إجبار هؤلاء البشر على دخول التجارب دون أن يفهموا تماما ما يتعرضون له عند الوصول كانوا يشاهدون الأطباء يحقنون الصينيين بأمراض قاتلة مثل الجمرة الخبيثة أو الطاعون الوبائي وكان الاعتراض على الكلام يعتبر خيانة ويعاقب بالعدام بالنسبة لمن يعمل في الوحدة 731 كانوا يعتقدون أن أفعالهم مبررة باسم العلم وكانوا يرون بأن قتل المدنيين لا يختلف عن قصف بلد العدو واعتبروا أن أفعالهم أكثر نبلا من أفعال الجندي العادي أطباء الوحدة 731 كانوا يقومون بتشريح البشر وهم أحياء بدون استخدام أي تخدير هدفهم كانت مراقبة الأعضاء أثناء عملها ومعرفة كيفية تسبب الأمراض في فشل هذه الأعضاء تلقى بعض المشاركون في هذه التجارب لقاح ضد الطاعون قبل أن يتعرضوا للمرض مما سمح للباحثين بتحديد أكثر اللقاحات فاعلية لأخطر الأمراض في العالم بمجرد أن يتقنوا الصيغة سيتمكنوا من إنشاء ما يكفي من مضادات الصموم لكل اليابانين بهذه الطريقة كانت الوحدة 731 تحقق نجاحات حقيقية في الطب الحديث لكن هذا الأمر كان على حساب العديد من الصينيين كانت زنازنهم كبيرة بما يكفي الاحتضان ما يصل من 600 شخص في وقت واحد حمل الأسراء اسم ماريتاس وهي كلمة تعني الحطب بمجرد دخول الشخص لهذه الزنازين فأن أمامه أربعة إلى ست أسابيع وبعد التجارب يتم حرقة في الأفران البشرية في مختبره كان شيرو إتشي يجري تجارب حول الطاعون الوبائي حيث قام بتعديله جينيا ليكون أكثر فتكا وأكثر قدرة على قتل الناس من أي سلالة سابقة من الطاعون الطاعون الوبائي لا ينتقل إلا من خلال الدم لهذا أراد أن يجد طريقة لنقل المرض في القرى فقام بجمع الفئران التي كانت حاضنات مثالية لآلاف البراغيث من هذه الفئران تم جمع الحشرات بعناية ووضعها في حاويات شملت جولتهم الأولى من التجارب إسقاط سلالات كاملة من البراغيث في القرى الصينية باستخدام الطائرات هذه الخطة نجحت بشكل كبير فبين أعوام 1939 حتى 1942 بدأت الأوبئة تنتشر في هذه القرى مما أدى إلى انقراض ثلثي السكان في كل قرية كانت الأوبئة المصنعة قوية لدرجة أن الأشخاص المصابين بها كانوا يموتون خلال يومين وفقا لشهادة رجل اسمه جينك فو تعرضت أخته لهذا الطاعون الوبائي الكبير بعد أن عضتها إحدى البراغيث وكانت الغدة في رقبتها منتفخة لدرجة أنها كانت بحجم رأسها كانت تعرف بأنه إذا مكثت في الداخل وتلقت العلاج الطبي فأنها ستنقل الطاعون إلى بقية أسرتها لذلك كان عليها الذهاب إلى وسط الحقل والموت وحدها لم يتمكن أفراد عائلتها من الاقتراب منها ولم يكن لديهم خيار واحد سواء يحرقوا جتتها في الحقل بعد وفاتها ومع مرور الوقت قامت الوحدة 731 بتوسيع تجاربها على البشر إلى ما هو أبعد من الأمراض فقاموا أيضا بتجارب في تجمد الأطراف تضمنت العمليات أيضا ربط الأشخاص بسرير خشبي قبل تفجير قنبلة بجواره كان الهدف من هذه التجربة دراسة كيفية تأثير الأسلحة المختلفة على البشر طور الشيرو إتشي والوحدة 731 هذه الأسلحة القاتلة لكن بدون معرفة العامة حولها وحتى لم يهددوا باستخدام هذه القنابل يعتقد بعض المؤرخين بأنه إذا كان الأمريكين يعلمون مسبقا عن هذه الأسلحة البيولوجية فإنهم لن يلقوا القنابل الذرية على هيروشيمو ناقازاكي خوفا من التدمير المتبادل الحقيقة نشيرو إتشي خطط لهجوم على الولايات المتحدة عن بعد حمل اسم مهمة زهور الكرز في الليل حسب الخطة سيتم إطلاق بالونات مملوئة بالأمراض القاتلة مثل الكوليرا والجدري والطاعون بالإضافة إلى الإنتراكس والبولتين بحيث يتم إرسال حوالي 9000 بالون عبر المحيط الهادئ تم تنفيذ الخطة ولكن فقط 345 منها وصلت فعليا للولايات المتحدة حيث تم إسقاط العديد منها وبعضها هبط في المحيط أو في الغابات أو في الحقود يعتقد الكثير من أن الأخبار التي ظهرت حول الأجسام الطائرة الغريبة كانت بسبب هذه البالونات واحدة من هذه البالونات هبطت في بلدة تسمى بلاي بولاية أريغون في الخامس من مايو من عام 1945 حيث كانت معلمة في دور الأحد تدعى إلسي ميتشيل تقوم برحلة يومية مع مجموعة صغيرة من طلابها المراهقين إلى الجبال وكان زوجها آرشي والذي كان أيضا معهم يقود السيارة صعودا للجبل شعرت إلسي والتي كانت حامل بالغثيان أثناء رحلة السيارة لهذا قام زوجها بالتوقف للإطمئنان عليها ركن السيارة بالقرب من طاقة من الرجال الذين كانوا يعملون بأعمال البناء في الطريق قرر الطلاب وإلسي أن يقوموا بنسهة قصيرة عبر الغابة أما آرشي في التوقف للحديث مع الرجال وبعد وقت بسيط سمع الصوت زوجته تقول انظر ماذا وجدت هنا وبعد ذلك سمع انفجار كانت إلسي قد وجدت إحدى هذه البالونات ركض آرشي والطاقة من نحو الصوت ليجدوا جثث إلسي ومجموعة من طلابها على الأرض صحيح أن تأثير هذه الأسلحة للأمريكان كان نادر جدا داخل الأراضي الأمريكية لكن بالنسبة للأمريكان المتواجدين في آسيا خلال الحرب العالمية الثانية الوضع كان مختلف ففي عامي 1944 حتى 1945 زار الأسرة الأمريكيين في مدينة مودكين مجموعة من الأطباء اليابانيين كان بعض السجناء موجودين قبل هذه الزيارة بفترة طويلة أراد اليابانيون رؤية ما إذا كانت نتائجهم مختلفة على الأعراق المختلفة ولهذا حقنوا الرجال بأمراض مميتة متنوعة وكرروا التجارب نفسها التي قاموا بها على الصينيين بالضبط ليتوفى العديد من الرجال ويبقى البعض ليقوموا بنقل جثث أصدقائهم وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء وتحرير منشوريا تمت محاكمة الكثير سواء في ألمانيا أو اليابان بسبب جرائم الحرب علم شريو إتشي من أن الأمريكان المحتلين لليابان لن يقبلوا بعدم معاقبته ولهذا أمر الأطباء والجنود بعدم الحديث أبدا عن التجارب التي أجريت في وحدة 731 لكن هذه القصص وصلت من خلال جنود الأمريكان الذين نجوا من المعسكرات بدأت حملة للبحث عن شريو إتشي لكن هذه الحملة كانت ليست الاعتقالة ولكن للاتفاق معه أراد الأمريكان كل نتائج أبحاث الأطباء اليابانيين مقابل حصانة لطبيب الموت وبالفعل لم يكن أمام شريو إتشي سوى قبول هذه الصفة حصل شريو إتشي على عفو عن جميع جرائمه بحيث يمكن أن تستفيد حكومة الولايات المتحدة من جميع المعلومات العلمية التي جمعها من تجاربه ففي الولايات المتحدة كانت هناك قوانين أخلاقية تمنع العلماء من إجراء تجارب على البشر ومن ناحية القانونية يمكنهم فقط إجراء تجارب على الحيوانات ولهذا كانت الحكومة تعلم من أن هذه التجارب ذات قيمة حقيقية لأنها معلومات لن يتمكنوا من الحصول عليها بأنفسهم وأيضا حصلت الولايات المتحدة على أمكانية الوصول إلى اللقاحات التي طورها شريو إتشي لبعض أخطر الأمراض المعروفة للإنسان وافقت طبيب على تبادل بيانات مقابل حياته وتفعوا له 250 ألف دولار وهي تساوي حوالي 2.6 مليون دولار بالعملة الحديثة أما العلماء والجنود الذين شاركوا في الوحدة 731 فكانوا سعداء بالحفاظ على السر لأنهم كانوا يشعرون بالعار الشديد عن مشاركتهم في المشروع بعضهم شعر بالعار لدرجة أنه لم يعد إلى اليابان لأنه كان يخاف من أن يعرف الناس عن جرائمه بل أن البعض حاول العيش في الصين بهويات جديدة لكن الصحف الأمريكية كشفت الأمر من خلال نشر مقال حول التجارب على البشر في عام 1946 لكن لم يحظى هذا الأمر بالكثير من الاهتمام العلامي فهذه الفضائع وقعت في منشوريا وكانت جزء من الحرب الصينية اليابانية الثانية وليست الحرب العالمية الثانية ورغم أن هذه الحروب كانت تحدث في نفس الوقت لكن الشعب الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين تغاضوا عن جرائم الشرق وكانت تركيزهم أكثر على قصص الهولوكوست التي انتشرت لكن الشعب الصيني لن ينسى ما حدث حتى اليوم لا زال كثير من الصينيين يكرهون اليابانيين بسبب ما حدث خلال هذه الحرب لكن معظم المدنيين اليابانيين لم تصل لهم هذه المعلومات حول التجارب بالبشر التي أجريت في منشوريا وبعد القاء القنبلة النووية على هيروشيمو ناقزاكي أعلن اليابانيين استسلامهم أما من كان يعمل في المعسكرات من جنود وأطباء فتم إجبارهم على توقيع اتفاقيات عدم الافصاح والتعاهد بعدم الكشف عن ما حدث في منشوريا بدأت شهادات في الظهور في الثمانينات بعد أربعين عام من هذه الحادثة لتظهر شهادات حول ما حدث أمام العامة ولم تعترف الحكومة اليابانية بما حدث وبطبيعة الوحدة 731 إلا بعد عشر سنوات من ظهور الشهادات أي بعد خمسين سنة من الحادثة توفى شيروئتشي عن عمر يناهز 67 عام حتى بعد انتهاء الحروب استمرت الأوبئة التي أطلقها شيروئتشي في الصين في الانتشار وقتلت الناس لسنوات قادمة ولا يعرف اليوم عدد الضحايا بالضبط لكن يقدر البعض بأن العدد يصل لعشرات الآلاف بينما يؤمن البعض بأن العدد قد يصل لمئات الآلاف من الأشخاص شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة اشتركوا في القناة